بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله الذي أكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعيش في هذا الزمان أيها الإخوة الأحبة المشاهدون في زمان قد كثرت السكاكين فيه على الإسلام وعلى المسلمين فهم قلة بين الأمم وذلة وقد أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستتداع علينا الأمم وتتكاثر علينا الأمم فسألوه صلى الله عليه وسلم أوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل كثير ولكن لكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعنا الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يجعلنا الوهن في قلوبكم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فنعيش في زمن قد قل فيه النصير وخاصة لإخواننا الذين يقاتلون في سبيل الله في غزة وفلسطين هؤلاء الناس قد خذلهم الناس قد خذلهم الناس وقد أخبر الله سبحانه تعالى عن هؤلاء الناس في آخر الزمان وأخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وها هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تتحقق إنهم في أكناف بيت المقدس في غزة العزة في القدس والأقصى في سائر فلسطين وفي سائر الشام هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة التي يجب أن ينصرها الكل مليارين ونصف أو مليارين من المسلمين لا ينصرون هذه الطائفة كما يجب دول وجماعات وأفراد عاجزة عن نصرة هؤلاء الناس فأين هم من الله عز وجل واجب على كل مسلم أن ينصر هذه الفئة وإلا فسيأتي يوم القيامة يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيأتي يعرض على الله ماذا صنعت لهؤلاء الناس كيف ترى الناس جوعا ولا تنصرهم كيف ترى الناس يقتلون ولا تنصرهم هذا كله سيأرض على الله عز وجل فأين أنت من هؤلاء الناس هذه الطائفة المنصورة أيها الإخوة هي موجودة في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس ولكن لها أيضا أنصارها وهؤلاء الأنصار هم أيضا من هذه الطائفة المنصورة إن نصرهم نعم إن نصرهم فهم من هذه الطائفة المنصورة التي تتجلى في هذا الزمان في غزة العزة وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتواد وأن نتراحم وأن نتعاطف وأن ننصر فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نعم إننا جسد واحد هذا الجسد أيها الإخوة يصح ويمرض يصح بعمل الصالحات والخيرات فيبقى صحيحا قويا متينا ويمرض بكثرة المعاصي بكثرة الزلات وكثرة الذنوب فكل واحد فينا جزء من هذا الجسد ويجب علينا أن نكون أصحاء حتى يصح هذا الجسد وكل واحد فينا إنعص الله عز وجل في معصية فقد أضعف هذا الجسد وإذا صالح وأصلح فقد صح هذا الجسد فكلنا مسؤلون عن هذا الجسد العظيم الذي هو جسد الإسلام الكبير نصرة المؤمنين أيها الإخوة واجبة علينا ونخص في هذا الزمان نصرة ماذا؟ نصرة في أعمال الصالحات حتى يصح هذا الجسد وأيضا نصرة في اجتناب ما نهى الله عز وجل أما في عمل الصالحات فيجب علينا أن ننصر المجاهدين في كل مكان بالعتاد والسلاح وفي المال وفي كل ما نستطيع وهذه واجبات دول أكثر من أن تكون واجبات أفراد وجماعات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فكما أمننا الجهاد أيضا بالنفس مطلوب مننا أيضا الجهاد بالمال بعض الناس أيها الإخوة يتثاقل عن دفع المال بحجة أن المال لا يصل مالك وللمال يصل أو لا يصل أنت مجرد ما أنفقت مالك في طاعة الله عز وجل في سبيل الله بنية حسنة فقد وصلت وقد وقعت في كف الله عز وجل حتى لو لم تصل وأنت قد أعذرت إلى الله عز وجل فلا تجعل المال حجة أو عدم وصول المال حجة بأن لا تنفق في سبيل الله مطلوب منك الدعاء وكثرة الدعاء وخاصة في السجود في قيام الليل في كل الأوقات وهنا نهيب بإخواننا لا إما في العالم كله في المساجد أن تدعو صباح مساء لهؤلاء المجاهدين بنصرتهم وخدلان عدوهم أيضا مطلوب مننا الإعلام سواء كان إعلام رقمي سوشال ميديا إعلام مشاهد إعلام مسموع تواصل اجتماعي لغير ذلك علينا أن ندعم هذه القضية التي هي قضية المسلمين جميعا إخواننا مطلوب مننا في عمل الصالحات أيضا أن نصلح ذات بيننا نصلح الإخوة والأخوات أن نصل للأرحام أن لا نشاقق بعضنا بعضا بل يحب بعضنا بعضا خاصة في هذا الزمان مطلوب مننا أن نتراحم أن نتعاطف أن نتغافر أن نترك الموبقات وكل ما لا يحبه الله عز وجل هذا مطلوب مننا في عمل الصالحات في المقابل أيضا علينا ترك المعاصي والذنوب والمنكرات حتى لا يضعف هذا الجسم اللي هو جسم الإسلام مطلوب مننا أن نتوقف حكومات وشعوب وأفراد عن أكل الربا أكل الربا أيها الإخوة حقيقة من أشد الذنوب عند الله عز وجل وهو هزيمة لهذه الأمم وهو حرب من الله على من يأكل الربا ويتداوله فعلينا أن نتوقف قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله فلا نريد هذه الحرب من الله عز وجل علينا بل علينا أن نستلح مع الله في ترك هذا الذنب العظيم أيضا علينا التوقف عن الفساد في الأرض سواء كان فساد إداري فساد مالي الرشاوة إلى غير ذلك كل هذا الفساد علينا أن نكفى عنه أيضا علينا أن نقاطع نقاطع أعداء الله نقاطع مضائعهم نقاطع أفكارهم نقاطع سلوكهم لا نقلدهم أيها الإخوة شيء يضيق يضيق النفس ويجعل القلب دائما متحسر على ما نرى من أمور وسلوكيات للمسلمين صرنا نرى شباب المسلمين يقلدون الغرب والشرق صرنا نرى الشباب مثل البنات والبنات مثل الشباب صدقوني أيها الإخوة أحيانا لا تستطيع أن تميز الشاب من البنت البنت تلبس لباس الرجل بنطلون والبنطلون ضيق وجاكيت وطاقية ونفذرات والشاب نفس الحاجة من بعد ما بتشوفهم هذه هي جزء من أجزاء ما يسمى المثلية المثلية فقط تعتقدون أنه فقط زواج الذكور بالذكور والإناث بالإنات لا هذه واحدة منها وأيضا التقليد الذكور للإنات والإنات للذكور هذه مصيبة من المصائب تبرج النساء وخرجهن إلى الشوارع وكأنه يعني كأنه كأنها في بيتها كأنها في بيتها تخرج كأنها لزوجها والله إن كثيرا من النساء لا تتزين لزوجها كما تتزين إلى الشوارع خافوا الله أيها الإخوة أيها الأخوات كل هذا يضعف جسد الأمة ويضعف المجاهدين والمقاتلين ويبعد النصر عننا وعلينا أيها الإخوة أن نتق الله في كل ما أمرنا الله عز وجل ونهانا عنهم في النتيجة وفي النهاية أقول الخذلان هو خذلان لأنفسنا أمام الله عز وجل حتى لو خذلنا إحنا إخواننا المجاهدين هنا وهناك هم يستشهدوا ويذهبوا عند الله عز وجل يقتلوا ويذهبوا إلى الجنة ويلاقوا الله عز وجل في جنات عرضها السماء والأرض ولكن إذا إحنا خذلنا يوم القيامة سيخذلنا رب العالمين هناك نار هناك عذاب وسعير كل من يستطيع أن يقدم الدعم يقدم كل على مستوى مستوى سياسي مستوى أفراد مستوى مجتمعات مستوى دول كل على قدره وإلا كلنا سنموت ونلقى الله عز وجل وسيحاسبنا رب العالمين يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه كما ترى في غزة ينتقص فيها الأعراض وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته أي موضع وأي موطن أكثر من يوم القيامة حيث حيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ستخذل إن لم تنصر وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل فأيها الإخوة نصرك لإخوانك هو نصر لنفسك نصر لنفسك فلا تذهب نفسك إلى النار ولا تذهبها إلى غضب العزيز الجبار نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا نصرا مؤزرا اللهم يا الله يا الله يا منزل الكتاب يا هزم الأحزاب انصر المجاهدين على أرض غزة وفلسطين وانصر المسلمين في كل مكان اللهم مكن لهم في الأرض يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحكمون شرعك في الأرض اللهم يا رب أسألك أن تلطف بأهل غزة وفلسطين والمسلمين في كل مكان اللهم اطعمهم من جوع اللهم آمنهم من خوف يا رب العالمين اللهم يا الله يا الله لا تآخذنا في خذلاننا اللهم لا تآخذنا في تقصيرنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راح ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير لا تآخذنا ربنا بما فعل الصفهاء منا ويفعلون يا الله يا الله نسألك الجنة وما قرب إليها نسألك رفقة محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الله منا ومنكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة